السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة الكوة الفضائية إذا صدقت توقعات الأرصاد السياسية فأن عصفة الحزم ستتراجع ابتداء من منتصف هذه الليلة وستشهد محافظات اليمن غدا من صعدة في الشمال إلى عدن في الجنوب هدوءا ملحوظا وستتوقف الغارات الجوية عن قصف الأهداف اليمنية ولن يسمع صوت لرعد الانفجارات ولا للصواريق المنهمرة في كل حدب وصوب سريان وقف إطلاق النار وانطلاق الهدنة الإنسانية في اليمن ظلتا مجرد تنبؤات سياسية بسبب تناقض التصريحات والغموض الذي يكتنف تنفيذ الهدنة وما يقلق المنظمات الإنسانية هو حجم المأساة وحاجة أكثر من عشرين مليونا لمساعدات عاجلة تبدأ من حليب الأطفال ولا تتوقف عند وقود السيارات فمخزون المواد الغذائية والأدوية الطبية لا تكفيه سفينة مساعدات واحدة بل عشرات السفن وعشرات الأيام من الهدنة التقارير الأولية تشير إلى كارثة إنسانية خلفتها الغارات الجوية المتواصلة التي تقترب من إنهاء شهرها الثاني حرب اليمن وسبل وقفها والخروج منها والدخول في الحل السياسي ستتصدر اجتماع القمة الخليجية في كام ديفيد حيث من المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي غدا قادة دول مجلس التعاون الخليجي ليطلعهم على تفاصيل الاتفاق النووي والخيارات الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة